ان شاء الله درس المرده بيكون في كومبراتيف ادجيكتيف ازاي بنقارن ما بين الصفاء والدرس ده بيتقرر كتير من الابتدائي وفي الاعدادي والسنوي احنا بنختصره بسرعة جدا وهنركز معظم قبل ما نخش في الكومبراتيف او السباراتيف ازاي ادجيكتيف ادجيكتيف لازم تعرف ان الادجيكتيف تو ديسكريب اناو يعني كلمة بتوصف الاسم ازاي بنعمل مقارنة وما بين الصفاء ده اللي احنا هنشوفه ديوك اول حاجة عندي كلمة كومبراتيف اللي هي بنقارن بنقارن ما بين اتريك ما بين مدرسة ومدرسة ما بين دولة ودولة ما بين ولد وولد بنت وبنت فريق وفريق يبقى بتقارن ما بين اتنين بس علشان اقارن ما بين اتنين بحط الادجيكتيف اي ار نركز كده بحط للصفة ايه اي ار واجيب بعد الصفة ذان احط بعد الصفة ايه ها زان يبقى عندي كلمة طول هتبقى طولر هم ذان طولر ذان يعني احمد ومحمد احمد از طولر ذان محمد يبقى مين اصل يبقى محمد از شورتر ذان عندي كلمة شورت هنضف الله ايه اي ار ونجيب بعدها ها ايوا نجيب بعدها ذان يبقى شورتر ذان ها احمد يبقى نركز مرة تانية تقول compare between two بنحط للصفة اي ار بعدها بنحط اي ار بنجيب بعدها ذان طب في بعض الصفات بتكون طويلة صفة more than silver اكتر من مقطع ما مفعش اعطي لها اي ار زي كلمة beautiful expensive لو جبت اضيف اي ار هي لها اكتر من مقطع مش هامد فبقول بجيب more صفة وبعدها ذان مثلا ممكن نقول نها is more beautiful ذان صفة يبقى انا جبت ايه plus adjective plus ذان او نها is more beautiful ذان صفة المركز مع بعض ده اسمه المقارنة ما بين اتنين طب النوع التاني بيقول superlative superlative يعني هتقارن ما بين اكتر من احمد ومحمد ومحمول دولة ودولة ودولة ساعتنا هنحط للصفة ايه اس دي ونجيب ابداع ايه زاد يبقى التلتيب بتاعيثنا بتكون زاد ادجيكتف بلاس اي اس دي يعني عندنا الكلمة طول هتكون طول هتكون طول تبقى طيب بتكون عندنا هنا لو اتلاحظ ان انا ضعفت حرف ايه قلت ده ده ليه علشان ده ها حرف ساكن قبله حرف متحرك يبقى بضاعف الحرف الساكن قبل مضيف طب لو كانت الصفة طويلة زي اللي احط معايا ايه يبقى في الصفات الطويلة ما بنحطش ولا بنحط اي ار اللي مزيد من التفاصيل هنشوف الفيديو اللي جاي ان شاء الله